في حالة كده زعل داخل النادي الاهلي ديء من الاخر يعني غضب يلا يعني انا اجبالك من الاخر قوي انه هو الحال لوقتي كلر مدلهمش رد نهائي في الصفقات المحلية تحديدا في صفقتين مصطفى زيكو او عبدالرحمن البنوبي اللي عباي زد الرجل قال لهم سبوني طب هشوفهم تاني تعرفين طبعا ان كلر كان رافض الامر تماما وكابتن محمد رمضان تدخل في الامر وحاول يقنع كلر انه يبص على فيديوهات تاني خاصة انه الاهلي اعلن انه هيخلص صفقتين قبل غلق باب القيد منهم صفقة محلية كلر قولا واحدا مفيش لعب في مصر واخد عينيه مفيش لعب مصري مقتنع بيه اللي هتقولي ده فورا مفيش يعني حتى اللي هيجي اخد بالك حتى اللي هيجي هيجي بينكو سينك بالنسبة لكلر على مضد اللي هتيجي بقى وريني شطرتك هتعرف تنافس اللي موجود ولا لا يعني لو الاهلي كإدارة عايزين يجيبوا لعب محلي كلر بيقول اهلا وسهلا بس مشاركة هذا اللاعب في ايدينا وشطرته هو بقى قادر ينافس اللي موجودين ولا لا اشتركوا في القناة